موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مشاهدنا إلى مختاراتنا من الصحفة لهذا اليوم نبدأها من صحيفة الجارديان البريطانية التي كشفت عن عصائب أهل الحق وهي جماعة عراقية ترسل مسلحين للقتال في سوريا إلى جانب القوات الحكومية بحسب الصحيفة أكد الصحفي مارتين تشالف أنه منذ رحيل القوات الأمريكية عن العراق في كانون الأول 2011 ظهرت عصائب أهل الحق كأحد أبرز اللاعبين في الحياة السياسية بالعراق مشيراً إلى أنها نشأت برعاية قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجرنرال قاسم سليماني وفقاً للصحيفة فإن علاقة قوية تربط هذه الجماعة بحزب الله بالإضافة إلى ارتباط أيديولوجي بالمرشد الأعلى الإيراني ويعتقد مسؤول استخباراتيون عراقيون أن الحركة تتلقى ما بين 1.5 ومليون دولار شهرياً من إيران ويلفت التقرير إلى أنه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق التي ستزري في 30 من نيسان تكثف عصائب أهل الحق من نشاطها السياسي في بغداد ومن دعمها لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد إلى ذلك كشفت شالف عن أن الجماعة اشترت قطعة أرض تتجاوز مساحتها 2500 متر مربع لتصبح مدفناً كبيراً للمقاتلين الذين يسقطون في سوريا أما صحيفة ديلي تيليغراف فقد أفردت صفحة لاستعراض الأوضاع في مدينة حلب بمناسبة دخول الصراع في سوريا عامه الرابع تستخدم صحيفة أربع صور تعكس إلى حد كبير مأساة السوريين وتبرهن على قولها إنه بعد ثلاث سنوات من بدئها أصبحت الحرب في سوريا كابوساً يتسم بالبربرية والفضاعة وتذكر الصحيفة بأن الأرقام أحدثها تشير إلى مقتل 140 ألف شخص منهم عشرة آلاف طفل وتشريد 6.5 مليون آخرين داخل سوريا ولجوء مليونين آخرين إلى الدول الأخرى ويشرح الكاتب ريتشارد سبينسر كيف يعيش السوريون بين شقيرها ويضرب مثالاً باستخدام أتباع تنظيم القاعدة وسائل التواصل الحديثة لتعبير عن سعادتهم بقتل الناس وينقل عن أحدهم تعليقه على صورة لمجموعة من الأسرى مع صوبي العيون قائلاً أسرنا هؤلاء المزرمين اليوم وسوف يقتلون غداً إن شاء الله لا تستطيع أن تصبر لكي تحس بذلك الشعور الذي ينتابك وأنت تقتلهم وفي الوقت نفسه يشير الكاتب إلى الفيديوهات التي تصور المنازل وقد دمرها قصف الجيش السوري والناس وقد قطعت رقابهم على يد الشبيحة الموالدة للحكومة السورية وبأساً واضح يصف سبينسر حال الدمار في حلب التي يصفها بأنها أحد أقدم أيقونات الحضارة الإنسانية والمسجد الأموي الكبير فيها ويتساءل عن أسباب استخدام الجيش السوري البرامل المتفجرة في هجماته على المدينة ويجيب أنه ربما نفذ مخصون نظام من الصواريخ الروسية أو أنه لم يرد إهدار هذه الصواريخ في الهجوم على المدنيين ويشير الكاتب إلى أنه تحدث طوال السنوات الثلاث الماضية إلى الدبلوماسيين والعسكريين والمحللين والسياسيين من كل الأطراف وقال إن أي منهم لم يتوقع نهاية سريعة للحرب ثم ينتهي الكاتب إلى أن أي من القوى العالمية سواء أمريكا أو الدول الأوروبية غير مهتم كثيراً بوقف الحرب في سوريا طالما أنه يمكن احتواؤها لتبقى داخل حدود سوريا نواصل معكم مشاهدنا وننتقل الآن إلى وكالة الأنباء السويسرية سويس إنفو التي نشرت تحقيقاً بعنوان الأطفال السوريون بحاجة إلى إنهاء هذا النزاع الكارثي جاء فيه بعد ثلاثة أعوام من القتل والتدمير والاحتراب والمعاناة في سوريا تواصل المنظمات الإنسانية والأممية إطلاق نداءات الاستغاثة والتحذير والاستنكار وسط تهديدات بتقلص المساعدات بسبب تراجع التمويل وفي ظل تفاقم الانتهاكات بشتى أصنافها التي لم يسلم منها الأطفال من تجنيد وقتل وتنكيل واقتصاب ما يعني تهديد مستقبل أجيال بأكملها والمخاطرة بمصير بلد برمته عشية دخول الصراع في سوريا عامه الرابع ومع اشتداد حدة الأزمة الإنسانية المستفحلة في البلاد وتجاهل العالم لمعاناة الشعب السوري بكل طوائفه وأعراقه شهد الأسبوع الثاني من شهر آذار الجاري تحركاً ناشطاً لعدد من المنظمات الإنسانية والجهات الأمامية التي قرعت مجدداً أجرس الإنذار محذرة من التداعيات الكارثية لنقص التمويل لأنشططها ومشاريعها من جهة ومستنكرة تفاقم الانتهاكات الخطيرة التي طالت جميع فئات المجتمع بمن فيهم الأطفال في هذا السياق تضح أن نصيب أطفال سوريا لم يقتصر على الحرمان من التعليم بسبب استهداف المدارس بالقصف والتفجير أو نتيجة لاتخاذها مراكز عسكرية أو مراكز اعتقال وتعذيب بل أيضاً جراء التعرض لعمليات القتل والتنكيل والاعتقال والاغتصاب هذا الوضع المأساوي ذكرت به السيدة ليلى زروقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالأطفال في الصراعات المسلحة لدى عرض تقريرها الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان مشيرة إلى أن أوضاع الأطفال في سوريا وفي عدة بلدان أخرى تدهورت كثيراً منذ التقرير السابق قبل عام السيدة زروقي قالت أيضاً ما الذي يمكنني أن أقوله لكم أكثر مما تعرفونه سلفاً عشرة آلاف طفل قتيل من بين أكثر من مائة ألف ضحية في صراع تعدى سنته الثالثة وبالرغم من الجهود المبذولة لإيجاد تسوية للصراع ما زلت عمليات القتل والتنكيل متواصلة ضد الأطفال وأصبحت الهجمات ضد المدارس والمستشفايات أمراً يومياً وأصبح الاغتصاب والعنف الجنسي يستخدم كوسيلة عقاب وإذلال للآخر الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالأطفال في صراعات المسلحة ناشدت أيضاً كافة الأطراف المشاركة في الصراع السوري وقف العنف واتخاذ الإجراءات العملية قبل تهديد مستقبل أجيال بأكملها والمخاطرة في نفس الوقت بمستقبل سوريا مؤكدة على أن على الأطفال السوريين أنهم بحاجة إلى إنهاء هذا النزاع الكارثي نواصل معكم مشاهدنا الكرام وننتقل الآن إلى صحيفة القدس العربي حيث كتب فيصل قاسم مقالاً بعنوان لماذا أرادوا للثورة السورية أن تدخل عامها الرابع؟ قال فيه استغرقت الثورة التونسية 28 يوماً فقط أما المصرية فدامت لـ 18 يوماً بالتمام والكمال لم يكن هناك مصلحة للكثير من القوى باستمرار الثورة على الأرض في تونس ومصر واليمن وليبيا لاحظوا أيضاً كيف وضعوا حداً للأزمة الأوكرانية خلال أسابيع قليلة فترحى الرئيس يانوكوفيتش منع لمزيد من التفاقم وهنا نتسأل لماذا سمح العالم لبقية الثورة أن تنتهي بسرعة؟ بينما ترك الثورة السورية تتفاقم لتصبح وبالاً على السوريين والمنطقة عموماً الواضح أن هناك خطة لإطالة أمد الصراع من خلال تزويد النظام بأحتى أنواع السلاح الروسي والإيراني وتزويد قوى المعارضة بسلاح يسمح باستمرار القتال فقط لكنه لا يسمح بحسم الأمور على الأرض ولا حتى بتحجيم قوة النظام وهذا لوحده دليل كاف على أن المطلوبة في سوريا تتمرار الاستنزاف والدمار لقد انتهى مؤتمر جينيف دون أي ضغط دولي لإحراز أي تقدم والأن كان من ذلك أن العالم منح الرئيس السوري بعد فشل المؤتمر ضوءاً أخضر لخوض الانتخابات الرئاسية كمرشح أوحد مما يعني ضمناً إطلاق رصاصة الرحمة على مؤتمر جينيف الذي كان ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية تنتقل بسوريا إلى عهد جديد أين العهد الجديد؟ بعد أن يفوز بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة لسبعة أعوام لاحظوا الآن كيف يتم التحضير لحملة الأسد الانتخابية وسط صمت ومباركة دولية لا تخطئها عين وكأنها مكافأة دولية للدور الذي يلعبه النظام في خلخلة المنطقة وإعادة تركيبها ولو عدنا إلى تصريحات بشار الأسد نفسه بعد ستة أشهر على اندلاع الثورة في لقاء مع صحيفة التايمز البريطانية لوجدنا أن ما هدد به الأسد من فوضى وقتها يتحقق الآن على أرض الواقع بحذافره وكأنه كان يخطط مع قوة كثيرة لإصال سوريا والمنطقة كلها إلى هذه نقطة الحرجة والخطيرة جدا قال الأسد وقتها إن سوريا تقع على فالق زلزالي خطير وإذا تحرك هذا الفالق ستخرب المنطقة بأكملها لقد كان الرئيس السوري في ذلك التصريح يهدد بتنفيذ مشروع الفوضى الهلاكة نيابة عن صاحبه الأمريكي ويبدو أنه أوفى بوعده تماما ألا يرى الضباع العالم هذا الوضع الخطير داخل سوريا وعلى حدودها في الدول المجاورة؟ أم إنها الفوضى الخلاقة التي أرادوها لرسم شرق أوسط جديد؟ وها هو النظام السوري ينفذها على أكمل وجه يبدو أن هذا هو المطلوب من إطالة عمر الأزمة السورية فهم يستغلونها ليس فقط لاستياض العصفور السوري بل لضرب عدة عصافر عربية وإقليمية بحجر واحد من مهازل هذا الزمان أن النظام السوري هو أكثر من هاجم مشروع الفوضى الخلاقة الذي أعلنته وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليس رايس وهو الذي يقوده الآن بإخلاص منقطع النظير أسلم لي على الممانع والمقاومة ننتقل الآن إلى صحيفة العرب التي نشرت مقالة للكاتب إبراهيم الجبين بعنوان روسيا بين راسبوتين ورأس بوتين قال فيه لا يفهم أهل الشرق الأوسط الشخصية الروسية ويعتقدون أن الشعب هناك كله مثل ستالين أو راسبوتين راسبوتين القصيس المحتال الذي ظهر في أواخر العهد القيصري في روسيا ليسحر نساء المجتمع المخملي منورا لهن طريق الخلاص والتسامح في مخادعهن ثم أخذ يفتل القيصر بشن الحروب حتى حاول الأمراء تسميمه لكنه لم يمت فقتله برصاص أما الشخصية الروسية الحقيقية فهي تلك الملايين التي خدعها راسبوتين ومثالها الأعلى ذلك الموظف الذي كتب عنه تشيكوف قصته الشهيرة فذت مساء الرائع كان إيفان شركفايوف الموصف الذي لا يقل روعة جالسا في الصف الثاني من مقاعد الصالة ثم عطس ولكنه رأى عجوزا يجلس أمامه في الصف الأول يمسح صلحته ورقبته بقفازه ويدمدم بشيء ما فعرف إيفان أن العجوز هو الجنرال بريزغالوف الذي يعمل في مصلحة السكاك الحديدية وقال إيفان لنفسه لقد بللته إنه ليس رئيسي بل غريب ومع ذلك فهو شيء محرج ينبغي أن أعتذر وتنح نحى إيفان ومال بجسده إلى الأمام وهامس في أذوري للجنرال عفوا يا صاحب السعادة لقد بللتكم لم أقصد ولكن القصة لم تنتهي هنا فقد بدأ إيفان يقلق ويتصور أن الجنرال سيؤذيه بسبب نفوذه فاستشار زوجته فطلبت منه أن يذهب إليه ويكرر الاعتذار مجددا ولكن الجنرال لم يكترث فاعتفر إيفان أنه يخطط للانتقام منه فعاد ليعتذر منه مجددا فغضب الجنرال وصرخ في وجه إيفان ثم كتب تشيكوف تمزق شيء ما في بطن تشيركفايوف وتراجع إلى الباب وهو لا يرى ولا يسمع شيئا وخرج إلى الشارع وهو يجرجر ساقيه وعندما وصل آليا إلى المنزل استلقى على الكنبة دون أن يخلع حلته ومات كان الروسي بسيطا طيبا أما صورة الروسي في زمن بوتين فقد تشوشت ولم يعد يظهر منها غير رأس بوتين بدلا عن تشيكوف وإيفان فصار يحل للزعيم غزو العالم بالأدوات الرأس بوتينية ذاتها إنه هو الذي يتندر عليه الروس اليوم بطرف كثير منها تلك التي يرون فيها أن بوتين ذهب إلى الحلاق وبينما كان الأخير يقص شعره أكثر عليه من الأسئلة عن الشيشان مثرثرا كعادة الحلاقين فغضب بوتين وسأل الحلاق لماذا تطرح علي كل هذه الأسئلة عن الشيشان؟ هل أنت خائف منهم؟ فأجابه الحلاق لا مطلقا يا سيدي ولكني كلما لفظت كلمة شيشان يقف شعر رأسك مما يسهل علي القص يشغل الناس برأس بوتين وما فيه من أوهام قيصرية ويضمنون الشعب الروسي الذي يمكن أن يغير كل شيء بانتفاضة عارمة الأمر الذي يقف بسببه شعر رأس بوتين أكثر من أي شيء آخر ننتقل الآن إلى وكالة أنباء الأناضول التي نشرت تقريرا عن فعالية نحن معك سوريا بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة السورية قال فيه أطلق حشد كبير تجمع في ميدان السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية بالونات حمراء تجاه السماء ضمن إطار فعاليات نحن معك سوريا في الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة السورية وتجمع عدد كبير في الحشد الذي نظمته منظمة أطباء حول العالم بمشاركة ممثلنا عن بعض منظمات المجتمع المدني التركية للمطالبة بوقف نزيف الدم وإنهاء الأزمة السورية وفي كلمة ألقاها خلال الحشد أفد رئيس مجلس إدارة فرع المنظمة في تركيا كرام قينيق أنهم تجمعوا ليقولوا للسوريين بأن العالم معكم وأنا جميع منظمات العالمية تصرخ من أجل إيقاف هذه الحرب القادرة قائلا نحن معك سوريا وأضف قينيق أن سوريا فقدت أكثر من 160 ألف شخص وأن ما يقرب من مليونين ونصف شخص اضطروا لتركيبيوتهم ومناطقهم ولجأوا إلى البلاد المجاورة نتيجة الاشتباكات الجارية وأن ثلثين مستشفيات في سوريا تدمرت وأن المدنيين السوريين يعانون من نقص الغذاء والعلاج ودعا قينيق مختلف القوى الدولية ومنظمات المجتمع المدني حول العالم إلى العمل وبذل الجهد من أجل إنهاء الأزمة السورية ليتمكن المواطنون السوريون من العودة إلى بيوتهم وديارهم والعيش في أمان وفي سياق متصل وفي إطار نفس الحملة احتشد مواطنون أمريكيون وسوريون خلف مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن لتعبير عن تضامنهم ودعمهم للشعب السوري وعبر المشاركون عن وقوفهم إلى جانب السوريين جراء ما يعانونه من نظام الأسد فيما أطلقت طفلة سورية بالونات حمراء على شكل قلب تعبيرا عن التضامن مع الأطفال السوريين وأفاد الطبيب السوري زاهر سحلول عضو الجمعية الطبية السورية الأمريكية أن أكثر من 130 منظمة أهلية أمريكية تعمل على توعية الشعب الأمريكي بما يجري في سوريا والأزمة الإنسانية التي تعيشها ومشيرا إلى أن 2 إلى 13 ألف طفل قتلوا في سوريا وما زال المجتمع الدولي يتصرف وكأنه في غيبوبة كما احتشد مواطنون أمريكيون في حديقة الحريات الأربع في جزيرة روسفلت في ولاية نيويورك رافعين الشعار نحن معك سوريا إلى جانب البلونة الحبراء والشموع وألقى ممثلون منظمات المجتمع المدني كلمات صلطوا من خلالها الضوء على تطورات في سوريا واصفين ما يجري فيها بأنه أكبر أزمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين أصل معكم مشاهدنا إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت صحيفة عين المدينة مقالا لرضوان دياب بعنوان ليس دفاعا عن آل الأسد ولكن كلمة الحق يجب أن تقال قال فيه نحن قوم من الله علينا بآل الأسد ليخرجونا من الظلمات إلى النور ومن فساد الأخلاق الجاهلية إلى نعيم الأخلاق الاشتراكية ومن الفتن والنعارات الطائفية والعنصرية إلى مجتمع الوحدة الوطنية والطراص صفا واحدا خلف القائد الرمز هذا الطراص الذي أشرفت عليه أجهزة المخابرات بشكل مباشر ولم تترك إنجازه لحد ديناك كسالا لا يتقنون فن اللحم يقول الكاسيوسيون إن النظام الأسدي نظام طائفي وعنصري وفوق ذلك نظام قمعي لا ديمقراطي فنجيب قائلين إننا أمام نظام علماني لا مثيل له شعاره الدين لله والوطن لآل الأسد لأن الشعب الساذج لا يؤتمن على الوطن ثم ما حاجتنا لديمقراطية تفتح باب النزاعات والتحزبات والفوضى التي لولا حكمة القائد لكانت قد التهمت حاضرنا وأدخلتنا في حرب أهلية لا نهاية لها ثم ألا يحظى قائدنا الرمز بإجمعي أكثر من 99% من الشعب ونسبة الذين يذهبون إلى صناديق الاستفتاء في بلدنا تزيد على 90% أما الذين لا يذهبون فليس إهمالا لواجبهم الوطني وإنما لأنهم يرون أنه من المعيم التصويت على بديهية من بديهيات الكون ينأحى دول اللي بدهن حرية ويتذمرون مرددين إن النظام يكم الأفواه شو هالإفتراء؟ تعلمون جيدا أنه وقت صلاة الجمعة يمكن لأي مواطن في بلد الحرية أذهب إلى المسجد أو إلى الخمارة وبإمكان أي كاتب من كتبتنا أن يكون مع الحداثة أو مع التقليد لا فرق بين هذا وذاك إلا بقدر اكتشاف المزيد من بئر عبقرية قائدنا الملهم والملهم يتباكى كبارنا في السن على القيم والأخلاق الأصيلة التي ضاعت في زحام الأزمنة الحديثة نذكر هؤلاء أن الأسد قد خصنا بأخلاق الضباع لأنه لا يجوز أن نتساوى معه مشا مضيع التاصق وخص نفسه بأخلاق الأسود التي تأكل اللحم مع العظم يقول متآمرون إن النظام الأسدي مع الجولان لكننا نوضح لضيقي الأفق أن الجولان قد وضع كوديعة مؤقتة لدى الإسرائيليين لأن جيشنا الباسل مشغول بمحاربة الإرهابيين التي هي مصلحة عالمية وقد يضطر لأن يدع القلمون أمانة لدى حزب الله وإيران وقسما من شرق سوريا لدى عراق المالكي وما إن ينتهي من حربه مع الإرهاب إلا وتكون الودائع قد أعيدت ونذكرهم أن الأسد حل ضيفا على لبنان برفقة جيش عرم رم ولم تنتهي الزيارة إلا في عهد الشبل الذي لم يخرج بسبب صدر قرار من مجلس الأمن بذلك كما يحاول كاسيوس أن يدس بل لأنه مرد تأل دم أضف إلى ذلك أن الشبل قرر رد الجميل واستقبال أشاوسة حزب الله في ربوع سوريا حتى إشعار آخر ومعهم من معهم من القواويق بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من حديث الصحافة لكم منا أطيب المنى ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة